يجب أن أقول لك ذلك الشخص الذي كان يصرخ الكتاب المقدس لوحده إنه لم يترك الكتاب المقدس بسلام مع كل الحب كل ما يمكن أن تليم به الطيور لم يتجرأ أي بابا على فعل ذلك تصحيح الكتاب المقدس من تجرأ على فعل ذلك منه؟ والشيء هو على ماذا استند لوثر؟ استند على جيروم واستند أيضا على اليهود تحديدا اليهود في أوروبا الذين رفضوا ببساطة الكتب الثانية يا رجل لوثر لماذا لم تسأل اليهود في أفريقيا؟ لأنهم كان لديهم ذلك إذن شها الأمر؟ حسنا والآن تأتي النقطة لم يكن فقط يريد التخلص من الكتب الثانية بل أراد أيضا التخلص من أربعة كتب في العهد الجديد وهي العبرانيين يعقوب يهود ورؤية لم يكن يريد هذه أيضا وتمكن من فعل ذلك في العهد القديم لماذا؟ كانوا يعتمدون على جيروم مثل ميلانشتون وزملائه الآخرين ثم اعتمدوا أيضا على اليهود اليهود في محيطهم اليهود الأوروبيين تقريبا وقالوا ببساطة كل شيء واضح عندنا جيروم لدينا اليهود هنا في المكان والذين أعطيت لهم الكتابات كل شيء واضح احتفظ بها لكن الأمر هو أنه لم يرضي لوثر لأن يعقوب يقتبس ويشير إلى الكتب الثانية وقال أنه يجب التخلص منه أيضا الرسالة من القش وما إلى ذلك بمعنى أنه يجب حرق هذه الرسالة أيها الأخ البروتستانتي العزيز أختي العزيزة من الطائفة الحرة استمع فقط حقا لاستيعاب لوثر إذا كان الأمر عليه كان الكتاب المقدس سيحتوي فقط على ثين وستين كتابا فقط لمعلوماتك بالنسبة للوثريين وما لا يعرفه الكثيرون كان العبرانيين ورسالة يعقوب في حالة الأبو كريفا لمدة مئة سنة حتى بعد لوثر فقط لكي تعرف كان ذلك في حالة الأبو كريفا بالنسبة للوثريين إذن كم هو موثوق مارتن لوثر عندما يتعلق الأمر بسؤال القانون إذا لم يترك حتى العهد الجديد بسلام فقط نتخيل الأمر يصرخ الكتاب المقدس لوحده ثم يتخلص من أجزاء من الكتاب المقدس لوحده لقد صرخ النهار والليل الكتاب المقدس لوحده إنه نفاق لا يمكن تجاوزه ويتخلص فقط مما لا يعجبه هذا قمة الأشياء أي باب تجرى على فعل ذلك ترجمة نانسي قنقر